إلينا زفيتولينا منافسة أنزجابر في الدور الثالث من دور تومبلودون كيف هي نقاط قوتها و نقاط ضعفها كيف يجب أن تعمل أنزجابر بش تتجاوز زفيتولينا من غير مشاكل كبيرة أيضا النتائج مثل هاتو هات ما بين أنزجابر و زفيتولينا اللي دير نيماكش مثل زفيتولينا كيف كانوا إكسترا بش نحاولو في الفيديو ذايا نفهمو و نعرفو الأدفرسير متاعنا بالتفصيل تعرفو المثال يقول لك أعرف عدوك بش تربحو لازمك تعرفو هذي بش نحاولو دونك نعملوه كل عادة المرضية اللي بش نحطوها تحت المجهر هي إلينا زفيتولينا مشجعوا أنزجابر حول العالم نرحل بكم نعودوا بعد المدس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الزر و تنبيهات من سقيرت السعادة أونس جابر هي لعبة أوكرانية ناخذ لعب منفيسا الفرنساوي و دي جا عام 2020 عملت بوز ما لعبتش عامتها بوزي جروسيس جيبت صغير و رجعت تلعب عام 2023 زفيتولينا زفيتولينا عمرها حاليا كما قلت 29 سنة مديدة أونس جابر تقريبا ترتيب الحالي متاحها 21 عالميا لكنها عام 2017 وصلت لمرتبة الثالثة العالمية ديار من 2017 حتى 2020 تقريبا لاربع سنين الذكم الكل قاعدت محافظة على مستواها موجودة في التوب ديس ما خرجتش من التوب ديس كان عام 2021 ومنوقتها ما عودتش راجعت لكن في الجران شليم ما كانتش عندها جهازات كبيرة روه أحسن نتاج عندها فما الدومي فينال في يومبلودون مرتين زادة في اليوسو بينوصل الدومي فينال وفي رولان غاروس وفي دورة أستراليا أحدها الربع النهائي وما دامنا الهنا هي السناب الذات السناب الذات عام 2014 وصلت الفينال متاع أوكلانت في أول العام وهذه أحسن أحسن عامتها السناب وفي أستراليا وفي دورة رولان غاروس وفي روما وصلت الدورة الرابعة في دبي في وفي شارلستون وصلت الدور الثالث في الدور الثاني في ميامي وفي مادريد وسترازبور وفي في آخر دورة لعبتها على العشب في باد هامبور تحت من البرمية تور وقتها تحت ضد فوتزنياكي في البرمية تور 1-3-7 فار كونتر مثلا في دورة رولان غاروس خسرت في الكاتريم تور ضد ريباكينا 1-2-7 6-4-6 ترواء قبلها ربحت ضد بوكدان ديان باري و بليسكوف في دورة سترازبور زادة على الأرضي التورابية خرجت ضد كلارا بيوريل في 3-7 في الدوزيام تور في روما كما قلت لكم ربحتها سابالينكا لكن 3-7 قبلها ضد كالينسكايا وصارة إيراني في 2-7 في دوزيام تور في مدريد خسرت من الدوزيام تور ضد لعبة تورمو الأسبانية في شارلوستون مثلا خسرت ضد إليزميرتنز الدبيت سيزون تاح ما كانش بير في ميامي مثلا خسرت ضد أوزاكا في دوزيام تور في انديانويلز ضد نفارو في 3-7 في دبي مثلا في دبي ضد إيجا جفيون تاك في 3-7 تور وخسرت 6-1 6-4 مع العلموا أنها ناورا يوصل الدمي فينال في ونبلدون وفي الكاردو فينال هي اللي تايحت جفيون تاك راوة هي ربحة جفيون تاك في الكاردو فينال وبعد في الدمي فينال خسرت ضد فوندروسوفا في دورة أستراليا مثلا خسرت في الكاتريم تور ضد نوسكوفا بعد الإنسحاب وقتنا ما حالا صحبت والفنال اللي وصلته كما قلت لكم في أول العام في أوكلاند وقتها كان ضد كوكوغوف وخسرت في ثلاثة مجموعات هذو ما دونك أهم لريزولتها متاحا دونك كما ريتوا بالسنين ضد وفات السنة كما قلت هي لعبت في باد هامبور وقعدت لعبتها في يومبلودون في باد هامبور تحت من البروميتور دونك خسرت أول ماتش لعباته وروحت وتوا في يومبلودون ربحت دوماتش يعني السنة لعبت روها ماتش ربحت زوزو خسرت واحد لكن بش نفهم ولا نعرف قدراتها على عشب نرجع ببضع سنوات التالية رح نرجع من عام 2020 ديار هي فيها 2022 ملعبتش على العشب خاطر وقتها إلي تنسانت لكن من عام 2020 من عام 2020 نشوفوا شنية البرفورمانس متاحها وشنية نتائجها وفات عام 2020 ملعبتش على العشب زادة عام 2021 لعبت سنك ماتش خسرت منهم ثلاث ربحت زوزو خسرت ثلاث عام ناول عام 2023 لعبت سات ماتش ربحت في خمسة وخسرت في زوز والسنة حاليا عندها تروى ماتش ربحت زوزو خسرت واحد يعني او توتال في ثلاثة سنين في الحقيقة هم خمسة سنين نحي منهم زوز ما لعبتش فيهم لعبت خمسة عشر ماتش ربحت تسعة وخسرت ست كما ترى بلوس تروى يعني بلوم هوش حاجة كبيرة برقانتر هترى هنقارنوها بأنزجيبر في نفس البريودة ذي نحيه عام 2020 على جنب ونبدأوا نحسبه من 2021 عام 2021 عنزجيبر لعبت 12 ماتش على العشب ربحت عشرة وخسرت زوز عام 2020 لعبت 12 ماتش ربحت 11 وخسرت واحد عم ناول اللي هو يعتبر اسوأ موسم على العشب لعبت عشرة ماتشوات ربحت سبعة وخسرت ثلاثة السنائي لحد الآن لعبت ثمانية ماتشوات ربحت ستة وخسرت زوز يعني البلون تاع انزجيبر في الاربع سنين نظومه هو 34 انتصار وثمانية هزايا فرق كبير يسر كما تراو ما بين الاداء والمردود متاع السفيتولينا على العشب كين قارروه مع انزجيبر فعليش انزجيبر هي فعليا رأي الاختيصية رقم واحد على الاراضي العشبية هنا لا مجال للمقارنة ما بين إلينة سفيتولينا وانزجيبر بحي انا قلتوا انو الماتش هذا ضد سفيتولينا هو المفتاح بالنسبة لانزجيبر وهو ربما من اخطر الماتشوات بالنسبة لانزجيبر علش؟ هز كو على خاطر سفيتولينا هي لعبة قوية على العشب؟ لا بدو تو بدو تو بدو تو بدو تو بدو تو على الاخر مال علش؟ تذكروا كلمة قلتها ولا صيفة الحقتها بسفيتولينا قلت عليها هي أعشاب تفايلي بالنسبة لي كيم الأعشاب التفايلي قلت لكم في الفيديو متاع اليوم افسر لكم علش؟ منين تتغادل الأعشاب التفايلي؟ مش على الماء وعلى السماد اللي نعطيوه للأشجار المثمرة وزفيتولينا تلعب ضد اللاعبات اللي أقوى منها تستعمل نفس الأسلوب متاع الأعشاب التفايلي هذك علش نعتبرها من الأعشاب التفايلي وستيل دوجو متاحها خايب ياسر ومقلق ياسر للسباب اللي كنت نذكر فيه الخطورة متاحها بالنسبة للعنزجيبر كونها لعبة تستفيد من أخطاء الآخاري وقت اللي تلقى روح هتلعب ضد لعبة أحسن منها فإنها تركش وتخليك تغلط والتوذيل كله بش نحكي فيه بالتفصيل سوف نكامل نحكي الساعة شوية على الإستوريق والهتوهاد ما بيناتها هي وانس وبعدها نرجعوا على ستيل دوجو متاحها وعلى الفصان اللي يجب تعملها ولا تلعب بها انس جيبر بطر فاسيلا اللعبة زفيتولينا الماتش متاع زفيتولينا بش نختصروا روح في كلمة هي ماتش السهل الممتنع ينجم يكون أسهل ماتش في الترنوار كما ينجم يكون بياج بالنسبة للانس جيبر في الترنوار يعني أصعب ماتش في الترنوار هي كيفاش بش تتعامل مع الماتش باه نكمل نحكي لكم على البرفورمانس وتاريخ اللعبة زفيتولينا كما قلت هي كانت في طب 10 من 2017 لـ 2021 لكن اهم لقب خذيته في حياتها هو حصولها على لقب الماسترز عام 2018 لكن عامتها هو عام العجيب والغرائب تصوروا عامتها في الفينال ضد شكونة ضد سلوان ستيفنست هي حالة حليلة صار عامتها من أسوأ العوامة التي تعديوا على التينيس في ميناء وصلت عام 2019 للفينال لكن خسرت وقتها ضد اللعبة أشلي بارتي جاب ربي في بريودة ذي كاجات أشلي بارتي عدلت شوية لهم لكنها من بعد كما قلت عام 2021 خرجت من طب 10 بلا عودة وإن شاء الله معاش ترجع جملة للطب 10 مع ملاحظة هي رهي من أكثر لعبات المكروهات بسبب تكبرها بسبب أخلاقها مشباهية بالكل أخلاقها عدمة جملة ضح أشي همنا في هذا خللينا في الكوتي سبورتي في سلمة تاريخيا زفيتولينا لعبت مع أنز جابر أربع مرات لكن قدم رهما كل قدم اللي رانقانتر مبيناتها هي أنز جابر هي ربحت لرانقانتر ثلاثة لولاني وكلهم قبل 2019 يعني في عهد الغفلة لكن الماتش اللي تلعب ديزون بعد الكوفيد يعني في تللي أنز جابر فعليا بدت تظهر في السيركويت أنز جابر ربحت أسي فاسي الماراوة بسهولة ربحت ضد زفيتولينا عام 2021 في شيكاغو بنتيجة 64 ستاثنين يعني أنز جابر عارفت وقتها كيفاش تلعب وتتعامل مع زفيتولينا وقتها في البرودة ذيك أنز جابر تدو سيري نميرو 6 وزفيتولينا تدو سيري نميرو 1 يعني زفيتولينا هي الفافوريت وقتها وربما وقتها عاملت خطأ تكتيكي كبير من كم أنا زفيتولينا راهي أسلوب لعبها إل ديبان ده الأدفرسار متاح ساعد تلقاها تحاول تصنع هي اللعب كي تبدو هي فافوريت في الطرح وهنا لو كان يبدو الأدفرسار متاحها في الواقع خير منها تاكل كف وتخرج من الطرح واذا يشار لها وقتها ضد أنز جابر عام 2021 أما كنت تبدو تعرف الأدفرسار متاحها أقوى منها هنا المشكلة راه هنا المشكلة واذا كعليش قلتلكم ماتش بياج ماتش بياج ماتش كلي تسميه كما تحب ماتش بياج ماتش بياج ماتش بياج ماتش اليوم السباح حطيت وتفرج فيه فريمان جتيتوني الكمة من الأخطاء الغريبة اللي عملتهم جولنايمير كما غير عادية واو شي يشبه للكذب ما تعمل في حد شئ راهيس فيتولينا جوست ترجع في الكرة في منتصف الميدان ونتصورها بش تلعب من الأسلوب ضد أنز جابر خاطر تعرف اللي ستيل متاع أنز جابر يشابه جولنايمير يعني جولنايمير هي اللي تشبه في الحقيقة لأنك ماتش تصورها بش تبدل طريقة اللي لعبت بها ضد جولنايمير مش تعاود تلعب من الأسلوب يعني الكرة ترجعها في وسط التيران فقط ما تحاولش بش تحط الكرة على جناب ولا عليني ولا وكوراتها مش قوية راهوزاد جوست تعتمد على إحداث البلبلة في الأدفرسير وذي بش نحكي فيهم بعض نقاط قوتها في قدرتها على التبادلات وعندها خفة نوعا ما يعني حتى تحط لها كرة بعيدة ولا صعيبة ترجعها أما ديما ترجعها في وسط الميدان دونك هي لعبت على النقطة هذي على عدتها هذي ترجع على الكرة مرة ثنين ثلاثة جولنايمير تحاول تتمرك البونتو هي تختفلها ككرة ساحقة في 26 مرة ولا الكرة جيل برة في 34 مرة شوفوا الأرقام جولنايمير ولا كده في الحقيقة هي مهيش ساحقة بركة الأخرى ضائعة فيه دونك فريمان ستيل اللي لعبت بيه هراه بارح ضد جولنايمير هراه في جزء كبير منو نويمير خسرت روح لكن ديما تلعب كاكة ديما هذك هو ستيل دو جول متاحة لا مجد ما كاكة ديار في الماتش اللي قبلو ضد مكدالينات البولونية مكدالينات لعبة تحضق الدفاع لكنها بش تلعب بالتكتيك جوز ترجع الكرة في بلاستها في التيران واستنى الادفرسير يغلط مع مكدالينات مهيش بش تنجح هذك علاش في ماتش متاحة ضد مكدالينات خذت الإنيسياتيف أكثر شوفوا الأرقام متاحة في الترحة متاحة ضد مكدالينات تروا تكافأ كبير عملت 37 كرة ساحقة و 31 خطأ ومكدالينات براسك نفس الأرقام موش بعضها يسر على بعض شفتوا ستيل دوجوه متاحة تبدل والتكتيك اللي استعملته تبدل حسب الأدفرسير وأنا نرى هوا انها بش تلعب ضد أونس جابر براسك بنفس الأسلوب اللي لعبت به ضد جولنيمار على خاطر جولنيمار تشبه الأونس جابر في الأسلوب متاحة وهنا بش نشوفوا بالتالي شنيني قد قوت وضعف زفيتولينا اي بار كنسي كان كيفاش يلزم تعمل أونس جابر بربطر فاسيلمان لعبة زفيتولينا هي زفيتولينا يعني في الأساس هي لعبة مدافعة يعني بالأساس هي لعبة مدافعة اللي تكسيلانت في تغطية الميدان عندها كيفاش نقول فابات في الليكو متاحة تنجم تشد لك أن يشانج طويل مغير حتى مشكلة بسبب الكنديسيون فزيك متاحة في طرحة ضد نيمار تعطيها كرة التالي تمشي لها ترجحها نيمار من بعد تحط كرة في الجهة الأخرى تخلط عليها وترجحها عندها عندها القدرات البدنية وأنها تمشي من نوم وذي يعاونها مش تلعب لي زفيتول مغير تقلقات بالنسبة لها دونك قولنا الخفة متاحة يعاونوها بش تخلط على كورات نسبية صعيبة ومام أكثر من هكا نقول لكم الساعات وضعيات دفاعية تحولهم الوضعيات هجومية بسبب بكل السرعة متاحة أو الخفة متاحة وفي الـ يعني قادرة بش تستغل الـ الـ بش ترجحهم في أماكن دقيقة وصعبة السيرفيس بالنسبة للسيرفيس متاحة مش قوي لكنه ثابت عندها ثبات ريجوليار في السيرفيس متاحة لكن تعمل بساعات 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 يعني من نجموش نعتبرها نقطة قوة لكن خلينا تعمل النقاط القوة عطينا الأهم بالنسبة لنا النقاط الضعف وبالتالي كيفاش يلزم تعمل أنزجابر بساعات أول حاجة السيرفيس السيرفيس متاحة صحيح لكن كمام راهو المنق دو بويسانس يعني مع لعبة تحذق الاستقبال يولي نقطة ضعف بالنسبة لل بالتالي إذا الاستقبال تستعمل كسلاح للهجوم تحط نجم يولي أهم نقطة ضعف في هذا أولا ثانيا الشراسة الهجومية ما عندها الشراسة هجومية على خاطر ديما عندها النزعة الدفاعية تمنحها باش تدخل في الريسك ديما تستنى جنرال ما تستنى الخطأ متاع المنافس خصوصا خصوصا كي تبدأ تعرف ان المنافسة متاحة أقوى منها دونك متخذش الانيسياتيف رايق كليل نادرا وينتخذ الانيسياتيف باش هي تصنع النقطة ولا تصنع البونتو نادرا وين راها تعمل كاكة صوف سي تلقى روحة هي أقوى من الادفرسارة متاحة نقطة الضعف ثالثة هي اللعب على الشبكة ضعيفة في اللعب على الشبكة ضعيفة دون السنس وانو متحبزوش متخرش متريسكيش متخرش للشبكة وين راها تخرج للفلي كما قلتم بكري مسئلة المونتال المونتال ساعات يكون نقطة ضعف ساعات يكون نقطة قوى بالنسبة لها وحاجة أخرى الكورات ها را مش قوية خصوصا كي قارنوها مع العباد كيما سابالينك وريباكين اكستيرا كوراتها مش قوية هذك عليش نقطة الضعف هذي نقاط الضعف هذيه هو ما يلزم الخدمة عليهم في الماتش الجاي متاع انسجابر والابتعاد على نقاط القوى متاحه هذك عليش قلتوا انه ماتش خطورة متاعه غادي في المسألة التكتيكية بالنسبة لي ماتش ينجم يكون سهل على الاخر كيما ينجم يكون ماتش معقد برصا سادي بان لتادي سبري متاع انسجابر لاسبي تكتيك اللي بيش تدخل بيه الترح انا حسب رأي كيما قلت لكم عام 2021 عرفت كيفاش تتعامل مع زفيتولينا ولو انه وقتها في سياق اخر وزفيتولينا وقتها ما عرفتش كيفاش تتعامل تكتيكين مع انسجابر وقتها كانت الفافوريت لانك تعاملت مع الطرح وعلى اساس ذاك والوضعية طوى اكيد هي مختلفة لكن كما قلت انا بالنسبة لي انسجابر هي بيدها الحل والربط في الطرح هذا ثم ستة محاور وعلى ستة نقاط تخدم عليهم انسجابر بحاول اللي هي تربح الماتش بسهولة تامة اولا في حالة الاستقبال والخدمة لكل غادي وقت اللي تبدأ انس في الاستقبال يلزم انسجابر تكسر من ارسالات زفيتولينا مش صعيب تكسير الارسال متاح بحكم انه السيرفيس متاع زفيتولينا مش بويسان ياسر انسجابر يلزم تتاكي على الرطور دو سيرفيس وهكا تولي عبارة عن الارسال عبارة عن هؤنسجابر هي اللي عمل الارسال يعني عملين كان عن سجابر هي اللي على الارسال تخدم على الرطور دوسيرفيس سهل بش تخدم على الرطور دو تخدم على النقطة هذه ضد زفيتولينا وسهل تضعها ديركت مانسو بريسيو هذه النقطة الولا ثانيا يلزم تنويع اللعب متخليش الريتما هو بيد وله تشيخي على الحكاية ذيك تخلي الهاريت مو بيدو تخلي تلعب لك الكرة في وسط التيران لين تفد انت في الاخر تضيع التركيز تحط الكرة في اليمة البرى نو من اللول حاول ديستابيليزيها لكن مغير ما تدخل في الريسك يعني مغير ما تمشي تلعب على الليني نو علها مرة القصيرة مرة طويلة مرة عجنب هذا مرة عجنب لاخر مغير ما تقرب يسر لليليني يعني ما تخلي هاش في الزن دو كونفار متاح عملها ديستابيليزيزيان تدخل بعضها وطولي وقتها تعمل برشغلات وربما وقتها هي تتلزب تحاول وانها تكون اجريسيف ووقتها تغلط وتولي وينقلب السحر وعلى السحر ثالثا يزم ديما انس جابر هي اللي تاخذ الانيسياتيف السفيتولينا البريفير تجور جوية وكونترة تاكرا وهذا معروف بالنسبة للسفيتولينا دونك انس يزمها ديما هي التاخذ الانيسياتيف يلدوى تدخل الريتم بتاع الشانج وذا يعني وانها يزم تحط كورات قوية ما هيش مش ضروري يكونوا عميقة مش ضروري يكونوا قراب للخط نو ما تخلش فريس كذا لكن المهم تكون قوية وشايحة وشايحة كورة شايحة هنا ألو تستفيد منه كتير من حكاية الدروب شوت هو الخروج للشبكة سفيتولينا كما قلت لكم لا تريزكي راي ووقت اللي انت تخرجها للشبكة مايش بش تعمل ريسك وانها بش تلعب لك لوب ولا بش تعمل لك باسينكشات صعيب يصل راهي لاعبة عقليتها دفاعية 100% يعني ديما حتى تخرج لها الشبكة المهم بالنسبة لها ترجع لكورة سيتو ترجع لكورة صحيح لو قلت بش تخرج لها الشبكة سوى يصير اللي اقلها بش تكون ناشحة فيها بالنسبة 90% اوترومان دي كل ما جيك الفرصة اللي خرج للشبكة انس اخرج للشبكة البونتو في 90% من الحالات راهي بش يكون البونتو ليك النقطة الخامسة اللي يزم تحاول تختم عليها انس جابر هي حكاية الجانب الذهني راهي وقت اللي تاخذ عليها اسباقية تتمس ذهنين كما قلت لكم في نفس ساعات تراها في مخها كما جوكوفيتش و ساعات تراها لاعلاق وقتاش تكون لاعلاق وقت اللي تلقى روحها خاسرة ودخلها الشك دونك من الاول ما تخليهاش تاخذ ثقة في روحها خلي الشك ديما يدور في مخها راي تدخل في حيط وتولي ما عادش القوة التكتيكية اللي معروفة بها تطيح في الماء وتولي وقتها ترح سهل يسر وبالتبعه يجب تستغل الأنس كل الفرص ولا الأغلبية الساحقة متاع الفرص ما يجبش تضيع الفرص واللحظات المهمة في الطرح هذا يش ناجم اقول لك يا أونس هذو ما انا حاصلت لك حاصلت لك المفتاح ولا السر متاع الانتصار السهل على زفيتولينا لو كان ونمتأكدوا انه أونس تعرف هذا الكل تعرف حتى اكثر من هذا ويجب تعمل الخطة الناجحة ضد زفيتولينا شوي سوي رب حول الله هو انه أونس عندها في مخها هي والمدربين متاعها ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع لعبك في زفيتولينا 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 أقرب لعبة تشبه لزفيتولينا هي كازاتكينة والكلنا نعرف هو انه ستيل دوجو متاع كازاتكينة ما يقلقش أونس جابر أونس جابر تربح ضد كازاتكينة فسيلا تكعليش مستبشر رب حول الله من الماتش متاع غدوة متأكدوا انه أونس جابر مش تعرف تتعامل مع الماتش إن شاء الله بركة ركبتها تقعد لباس إن شاء الله المسألة الصحية بركة تبدأ أمورها واضحة بحول الله إن شاء الله نجاوزوا العقبة متاع الدور الثالث وهو كما قلت الكم هذا هو مفتاح الانتصار على زفيتولينا إن شاء الله أونس غدوة تكون في الموعد وإن شاء الله قدمنا الماتش والمردود اللي ينتظروه منها في الأخر قولوا لها يابون شونس يا أونس قلوا لكم شكرا على تشجيعكم متواصل للأونس ودعمكم للقناة كنت معاكم مراد بالحاج من تونس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر